مسلسل شيخ العرب همام للنجمة الكبير يحيى الف خراني تم عرضه في شهر رمضان من عام 2010 وبيتناول المسلسل قصة كبير قبيلة هوارة وآخر ملوك الصعيد شيخ العرب همام ابن أحمد واللي امتد حكمه في الصعيد من المينيا وحتى أسوان وبسط نفوزه على المنطقة واستقل بيها لسنوات طويلة شارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة والنجمة صبرين والفنانة ريهام عبدالغفور والفنان الكبير أشرف عبدالغفور والراحل عمر الحريري وماتحة سيخة والفنان والنجم سامح السريتي واللتقد بيه كاميرا فلاش في اللقاء اللي جاي والتقينا كمان بمخرج المسلسل المخرج حسني صالح تعالوا نشوف مع بعض اللقاءات ونرجع لما تجي تقبل طلبة كلية الأثار مش هتتكلم معهم من الناحية الدرامية انت جاي علشان تستفيد أساسا لأنه اللي حصل احنا جايين ودعانا الدكتور الموضوح الدماطي بمناسبة اكتشاف أثار اللي بيسموها ايه بقى دولة شكل عرب همام أو قبيلة شكل عرب همام أو الهمامية بشكل عام فتم اكتشاف أثار فهنا علاقة بقى الدراما بالأثار الشيء الجميل اللي بيخلي الواحد يعني يا سعيد ان هنا الدراما سبقت الحدث يعني هو الحدث الاهم مش الدراما دراما معمولة عشان نستستمتع بيها وتعيش مرحلة معينة وممكن يكون فيها من الإضافات لكن الحدث الحقيقي هو اكتشاف الأثار هو ده الاناثاروة ده الغنى الحقيقي فالواحد بيكون سعيد لما بيكون سبق بالدراما الحدث يعني ما كانش حد ما يعرفش عن الهمامية إلا الهمامية والهوارة والطالة من المجموعة المهم دولة أبناء عائلة فلما يتحول اسم هذه العائلة الكبيرة إلى عمل درامي وكل اللي موجود في التاريخ عن هذا العمل الدرامي وده على لسان طبعا الأستاذ عبد الرحيم كمان المؤلف الكبير إنه كله سطر أخبرك لكن هو ابتدى عمل دراما فلما نلاقي السطر ده العمل منه الدراما الترجم أو تم اكتشاف أثار تؤكد اللي الدراما قدمته ده الواحد بيحس بفقرة شديد جدا وبالتالي بيكون بقى سعيد لأصحاب المجال نفسه اللي هم الأثريين لما تعد مع طلبة قليلة الأثار وتنقل لهم إعلاقة الدراما بالحدث اللي هم عايشين فيه بالتأكيد هتكون فيه استفادة متبادلة وتقدير متبادلة